طيب بالنسبة لموضوع فيروس كورونا يمكن لو بتكلم على مستوى العالم التأثير كبير جدا نقدر نقول يمكن خلاص يعني حتى صباح اليوم السبت تغطينا العدد ده مليون و 119109 شخص حول العالم تأثروا وتعرضوا لفيروس كورونا عدد المتعافين يعني بيقترب من حوالي ربع مليون أو 226873 حالة حول العالم مقابل 58955 حالة وفاة حول العالم في القرى الإفريقية تحديدا وده اللي بيهمنا على المستوى الرياضي لأن إفريقيا تحديدا أكيد فيه أحداث إفريقية قادمة في منافسات إفريقية مقبلة طبعا التوقيتات ممكن تتغير تتأجل حسب الظروف وحسب المستجدات والمستجدات أقول كل ساعة مش كل يوم لكن رحب نتكلم في 7700 حالة في إفريقيا تحديدا ونتكلم في 50 دولة إفريقية ما بين 54 تأثرت بسبب فيروس كورونا العدد الكبير ده نقدر نقول ما بين مصر جنوب إفريقيا الجزائر المغرب وابتلت الحالات بتتزايد في الكاميرون والسنغال وناجرية وغانا يعني الأمر ليس متعلق بدول الشمال ودول الجنوب لأن الأمر كمان وصل إلى مرحلة دول غرب إفريقيا فالقرى الإفريقية حصلتها ما بين هذا الرقم الكبير مليون و 119 ألف إفريقيا تحديدا حتى هذه اللحظة بنقترب من حوالي 7700 حالة إصابة كورونا هذه الأرقام وهذه المؤشرات أكيد الأطراف المعنية بالنسبة للبطولات الإفريقية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والأحداث الإفريقية المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة بتدرس هذه الأرقام خلال الفترة الحالية ليه بالتأكيد بناشى هذه الأرقام وهذه الحالات؟ لأن ده هيكون ليه تأثير كبير جدا على مدى إقامة المباراة القادمة سواء بالنسبة لدورة الأبطال الإفريقي أو الكأس الكونفدرالية أو كأس الأمم والتصفيات المزمع إقامتها خلال الفترة اللي جاية بعد تأجيل أجندة مارس وترحيلها للفترة اللي جاية أجندة يونيو غالبا بالنسبة كبيرة ممكن كمان تتأجل وتترحل للفترات القادمة فبالتالي الأرقام اللي بقولها والتأثير اللي موجود سواء على الدول العربية أو الدول الإفريقية ده هينعكس بشكل سلب بالتأكيد على الأحداث الإفريقية والأحداث الدولية ومباريات تلكرة القدم خلال الفترة الحالية